أشهد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي بما سماه نجاح الهجوب الذي نفذته إيران ضد الكيان الصهوني وفي أول تعليق مباشر له على العملية التي سمتها إيران الوعد الصادق خلال استقباله وفدا من كبار قادة الجيش والحرس الثوري الأحد قدم خامنئي شكره للقوات المسلحة الإيرانية نظير ما بذلته من جهود وما حققته من نجاحات خلال عملية الوعد الصادق ضد الكيان الصهوني على حد توصيفه مشيرا إلى أن مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت أو الصواريخ التي أصابت الهدف مسألة ثانوية وفرعية على حد تعبيره عرضت القوات المسلحة صورة جيدة لقدراتها واقتدارها خلال عملية الوعد الصادق كما ظهرت صورة جديرة بالثناء للشعب الإيرانية وأثبتت تجل قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني على الساحة الدولية مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت أو الصواريخ التي أصابت الهدف والتي يركز عليها الجانب الآخر هي مسألة ثانوية وفرعية القضية الأساس هي تجل قوة الإرادة لدى الشعب الإيراني والقوات المسلحة على الساحة الدولية وهذا هو دليل زعاة الطرف الآخر